سيحاول الريال مدريد حسم تأهله إلى الدور الثمن النهائي حين يحل ضيفا على سبورتينج لشبونة ضمن المجموعة السادسة وتصدرت قائمة المسافرين إلى لشبونة المدافع سيرخيوراموس الذي من المتوقع أن يخوض مباراته الأولى بعد غياب قصري بسبب الإصابة هذا ويكفي الريال مدريد التعادل للتأهل لكن مدرب الفريق زيندين زيدان يسعى للفوز من أجل الإبقاء على حدود الفريق في بلوغ الدور الثاني متصدرا للمجموعة قبل مواجهة بروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة لم أتفاجأ في مباراة الذهاب أعتقد أنهم قدموا مباراة رائعة في البرنابي فوزنا بهذه المباراة بصعوبات ولكن أعتقد أننا غدا سنواجه مباراة شبيهة بمباراة الذهاب أمام فريق سيسعى دائما لوضع الصعوبات أمامنا مثل ما يفعل في كل المباراة ولكن الأهم بالنسبة لنا أن نكون جاهزين لهذه المباراة أعتقد أن هذا سيتحدد غدا ولكن أعتقد أننا جميعا جئنا إلى هنا بخلاف اللعبين المسابين وأعتقد أننا جميعا جاهزين وغدا سنقرر الفريق الذي سيشارك في هذه المباراة أعتقد أن المباراة الأولى كانت مباراة صعبة لأنهم قدموا مباراة جيدة بتأكيد فريق لشبونة لديه لعبين جيدين على الرواقين وأعتقد أن إذا ارتكبنا الأخطاء منه ممكن أن يسببوا لنا العديد من المشاكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر